من محافظة إربد ننتقل إلى محافظة الكرك ونرصد الحالة الوبائية هناك وإقبال المواطنين على اللقاحات ومعنا مدير صحة المحافظة دكتور أيمن طروني صباح الخير دكتور وأهلا وسهلا بك معنا ما مدى إقبال مواطني المحافظة على تلقي اللقاح لقاح كورونا الله يسعد صباحك أختي العزيزة هناك إقبال جيد في المحافظة على تلقي اللقاح كورونا في جميع مناطق المحافظة ولا ننسى حتى الأطراف المترامية منها في المحافظة هناك أيضا إقبال وناس يطلبون التنقل باتجاههم لكي يأخذوا المطاعم وهناك ذو احتياجات خاصة وهناك مناطق بعيدة عن مراكز التطعيم نصل إليهم بكل وسيلة وتقدمت أيضا وزارة الصحة هذه الأيام بإعطانا 20 فرقة متنقلة للوصول إلى هذه المناطق النائية كمناطق الأبيض السلطاني مناطق العينة مناطق الموجب الشمالية مناطق جنوب الأغوار الجنوبية في جميع هذه المناطق والآن يعملون لدينا هذه الفرق المتنقلة هناك إقبال جيد على هذه المطاعم مع العلم أنه نسبة محافظة الكرك تجاوز الـ 50% من الذين تلقوا اللقاح بالنسبة لعدد السكان والفئة المستهدفة من المواطنين نعم طب دكتور دعنا نتحدث بالأرقام ما هي النسبة المئوية لإعداد متلقي اللقاح في المحافظة ككل ما يقارب 54% لكون أنه عدد سكان المحافظة محدود والفئة المستهدفة واضحة أيضا بعد عمر 12 سنة هناك إقبال جيد وبلغ عدد المتلقيين اللقاح ما يقارب 127 ألف مواطن من أصل 330 إجمال سكان المحافظة نعم يعني إجمال سكان المحافظة 330 ألف نعم نطلع منهم الفئة المستهدفة ما يقارب حوالي 200 أشي فبنسبة اللقاح 154% تجاوز 127 ألف مواطن نعم نسبة الإدخالات عندنا في المستشفيات ضئيلة جدا في ارتفاع النسبي موجودة عندنا بالأوبئة من 5 إلى 6% يومي تقريبا وبالتالي الأمور مسيطرة عليها بالنسبة للإدخالات للمرضى كل من تلقى اللقاح أعراض المرضى عنده خفيفة جدا تساوي الرشحة العادية أو أقل حتى والأمور مسيطرة عليها والحمد لله الحمد لله طب الإدخالات للمستشفيات دكتور عدد المرضى الموجودين حاليا وكيف تصف حالاتهم الحالات مستقرة جدا ما فيه ناس بيحتاج لأجهزة تنفس تقريبا إذا من سبع الإدخالات قد يحتاج شخص واحد فقط ثالث يوم رابع يوم على البيت بيروح كله يعني أمور مسيطرة عليها وجيدة فالإدخالات عندنا ضئيلة جدا صارت نعم رغم ارتفاع النسبي إلا أن الإدخالات مسيطرة عليها نعم بموضوع ارتفاع النسب دكتور كما تحدثت من خمسة لستة بالمية وأيضا لوحد مؤخرا وبالآوين الأخير حالم من التراخيب ليس فقط في محافظة الكاركو لكن في عدد كبير من محافظات ومناطق المملكة هل هناك يعني من دور رقابي إجراءات معينة من قبلكم يعني لمحاولة السيطرة على هذا التراخي وإعادة الأمور كما كانت عليه من ارتداء الكمامة من موضوع التباعد الجسدي وما إلى ذلك نعم 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 وأخوانا المواطنين متابعة والسلامة العامة وامورها كاملة والارتداء الكمامة وهذا شيء مفيد لهم وللمجتمع جمالا معاسا أن الله يخلصنا من هذا الوباء نعم طب دكتور ماذا عن الوضع في المدارس في محافظات الكراك هل تم إغلاق مدارس أو شعب بلغ عدد الإصابات فيها أكثر من 10% أحيانا صفوف مدارس فقط لأنه ممكن هناك نسب حسب عدد الصف يكون فيه مثلا أربع طلاب مصابين ثلاث طلاب مصابين أو أستاذ مدرسة كل هذا نحن متابعين مع دار المحافظة وغرفة العمليات ومدير تربية المحافظة أيضا مدرسة مدرسة والحمد لله نعم شكرا جزيلا كان معنا من محافظة الكراك مدير صحة المحافظة دكتور أيمن الطراونة شكرا جزيلا لك دكتور شكرا